بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نستكمل معا شابتر 10 اللي يتكلم عن الشافت النوع الأخير من الإجهادات احنا طبعا عرفنا الشافت اللي بتتعرض الى Bending Moment Only او Torque Only ده بيسبب فيها التورك طبعا بيسبب Torsional Stress والبندنج بيسبب أو المومنت بيسبب Bending Stress نقول قدامنا دلوقتي هو الشافت سبجيكت تو Combined Twisting Moment and Bending Moment يبقى في الحالة ديت هيقع عليه نوعين مختلفين من الإجهادات التوستنج مومنت هيسبب Torsional Stress والبندنج مومنت هيسبب Bending Stress Bending Stress طيب عشان اعمل ديزاين اللي عمود بيتعرض الى كلا نوعي الإجهاد بلجأ الى نظريات الانهيار اللي هي احنا تعلمناها قبل كده اللي اولها الماكسموم Sheer Stress Theory اللي بنقول عليها جاسة طيب ودي بتتعامل مع الدكتايل ماتيريالز اما الماكسموم Normal Stress Theory او رانكنز بيودي بتتعامل مع البريتل ماتيريالز نشوف النظرية الاولى According to Maximum Sheer Stress Theory العلاقة اللي بتحكمها هي دي ان تاو ماكسموم بتساوي نص تحت الجزر التربيعي Sigma Bending Square زائد 4 تاو سكوير احنا قبل كده اخدنا Sigma Bending دهيت وعرفنا انها بتساوي 32 لما عوضنا بقيمة I بتساوي بيو على 64 D قصة 4 لانها بتساوي 32M على By D تكعيب والتاو نفس الكلام لانها بتساوي 16T على By D تكعيب فانا هعوض بالقيم بتاعتهم فهيطلع ان تاو ماكسموم بتساوي 16 على By D تكعيب الجزر التربيعي لام سكوير زائد T سكوير لحظوا ان احنا لو اخدنا الجزء ده وقلنا عليه ان هو بيساوي T Equivalent او التورك المكافئ وحطنا هنا بالشكل ده كده يبقى العلاقة عندي طبقا لماكسموم Sheer Stress Theory ان تاو ماكسموم بتساوي 16T Equivalent على By D تكعيب ومنها احسب القطر اللي يتحمل الاجهاد كلا الاجهادين الواقع عليه According to Maximum Sheer Stress Theory النظرية التانية بتتعامل معي مع اللي هي ودي بتتعامل مع والعلاقة اللي بتحكمها هي دي هنلاحظ ان هو نفس العلاقة السابقة في لكن بنضيف عليها نص بتتم عملية التعويض ده عن Sigma Bending وده طبعا عن ده عن Sigma Bending أيضا وده عن بيطلع عندي ان Sigma Bending بتساوي 32 على By D تكعيب ضرب العلاقة دي والعلاقة دي باخدها برضو بحطها في صورة ال M equivalent ومن هنا اقدر ان انا اطلع قيمة القطر Based on Maximum Normal Stress Theory طبعا في بعض الاحيان ممكن ان انا استخدم كلا العلاقتين اللي هي Sigma Bending Maximum وتاوي Maximum اللي احنا قلنا عليها قبل كده والقطر الناتج من الحالتين بختار منه الاكبر بحيث ان انا اكون في السيف سايد بكده بننتهي من شابتر عشرة ونلقاكم في الدرس القادم ان شاء الله